موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى منزل آخر من هذه المنازل ومن مسير الإنسان وهو نقل الإنسان من عالم البرزخ إلى عالم الآخر وإلى يوم القيامة وقلنا على أن القيامة فيها الشدائد العظيمة والمهولة والمخيفة وبداية القيامة ويبدأ القيامة هو ملك من الملائكة اسمه إسرافيل إسرافيل عليه السلام موكل بنفخ الصور طبعا إخواني الصور خلق لك فت معلومة عن الصور الصور فت بوق بوق كبير للغاية له رأسان بس توجه لي له رأسان رأس إلى السماء ورأس إلى الأرض رأس إلى السماء عنده أو رأس إلى الأرض فإذا نفخ إسرافيل في الصور يسبب صوت هائل هم إلى أهل السماء وهم إلى أهل الأرض ما من أحد يسمع صوت إسرافيل صوت الصور من أهل الأرض أو من أهل السماء يقضى عليه قضاء مبرم يموت يصعق إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور ثلاث مرات النفخة الأولى تسمى نفخة الرعب النفخة الثانية تسمى نفخة الصعيق النفخة الثالثة تسمى نفخة النشور نفخة الرعب هنا بهذه النفخة يقع الخوف في قلب كل الناس كل المخلوقات مو بس الناس كل المخلوقات حيوان بشر مثلا جن أو حتى الملائكة حتى الملائكة يقع الخوف في قلوبهم كما ذكرنا في الحلقة الماضية ذكرنا على أن إسرافيل لما نزل إلى الأرض صار وجه جبرائيل كالكركم يعني صار أصفر أو أحمر واضح مولانا؟ هاي من شدة الخوف فلما تكلم إسرافيل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدأ جبرائيل لأنه علم على أنه لم ينفخ في الصور فإذن الصور بوق كبير ينفخ به إسرافيل ثلاث مرات نفقة الرعب يقع الخوف في قلوب العالمين بأجمعهم في قلوب الثقلين بأجمعهم ولهذا اهنام اللي تقول لك الآية بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني في حين الرضاعة طبعا الأم أقصى درجة الحنان بين الأم وبين الولد عند الرضاعة إذا الأم رضعت ولدها يصل حنان الأم إلى الولد أقصى درجة أقصى درجة مولانا عند رضائها إلى ولدها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يعني المرأة في حين الرضاع في حين الرضاع ابنها إسرافيل ينفخ في نفقة الرعب شو سوى مولانا يقول تلقي الولد الشمرة الذبة يعني تلقي الولد وتذهله اتحقرة يعني ما تنتبه لأولدها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس شنو مولانا سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذه النفقة الأولى نفقة الرعب من بعد نفقة الرعب تأتي نفقة الصعيق هذه بها بحث طبعا الفاصلة بين النفقتين بين نفقة الرعب ونفقة الصعيق ونفقة النشور أكو خلاب بين العلماء البعض يقول أربعين سنة والبعض يقول أربعمائة سنة كل نفقة إلا نفقة أربعمائة سنة يعني نفقة الرعب من بعد أربعمائة سنة مولانا نفقة الصعيق من بعد أربعمائة سنة يصبح نفقة النشور يعني فيها آراء متعددة إذن هذا نفخة الرعب من بعد نفخة الصعيق نفخة الصعيق الآية تشير لها بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فإذا فإذا نفخ في الصور فصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض يعني هم الملائكة تموت وهم أهل الأرض يموت وأهل السماء يموت وأهل الأرض أيضا يموت بأجمع فصعيق الصعيق بس يتوجه لي الصعيق باللغة العربية الموت بنار أو بكهرباء ببرق أو بحرق حرقا أو نارا مثلا يموت بالنار يموت الآن نحن عندنا اللي ضربة صعيقة اللي ضربة الكهرباء يقتله يقول صعيق سعقتل الكهرباء مثلا صعقه الرعد مثلا إحنا أذكر لما كنا في أحد البلاد أكو طفلة صغيرة كانت بلبر تلعب أنا قرأتها بالجريدة وهي كانت على بايسيكل مالتها فضربت الصاعقة وين ضربت البايسيكل مالها فقتلت البنائيين قتلتها فكاتبين بالجريدة أنها سعقت سعقت لأنها ماتت بالصاعقة أو تموت بالكهرباء مثلا أو تموت حرقا زين ليش الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الصعيق للذي يموت بالصور يقول يوم ينفق في الصور أو ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض لأن الآن الصوت العادي الآن أنت تسمع صوتي الصوت العادي إذا سمع بغير أن تؤذي أو يؤذي أذنك زين بغير أن يؤذي الأذن مولانا مية وعشرين ديسيبال الصوت العادي اللي سمعه أنت بهدوء مية وعشرين ديسيبال إذا واحد تكلم أقل من مية وعشرين ديسيبال ما راح تسمع صوته إذا تكلم أكثر من مية وعشرين ديسيبال صوته عالي تقول له عمي صوتك عالي نقص صوتك قلل من صوتك مية وعشرين ديسيبال هو ارتفاع الصوت العادي الطبيعي أقل ما تسمع أكثر يشير عالي مثلا صوت طائرة طائرة تمر من عندك مولانا صوت عالي أذيك هذا أكثر من 120 ديسيبال إذا صار 150 ديسيبال مولانا هذا يكذل الإنسان حالة استرجاع استفراغ يريد يرجع مولانا واضح مولانا إذا صار 150 ديسيبال إذا صار 160 ديسيبال مولانا طبلة الأذن تنفجر طبلة الأذن تنفجر صوت يجي إلى 120 ديسيبال طبلة الأذن تنفجر إذا صار 170 ديسيبال الرئة رئة الإنسان تنفجر إذا صوت صار عالي عالي 170 ديسيبال هنا مولانا الرئة مارتة رئة الإنسان تنفجر إذا صار 180 ديسيبال يسبب حرارة في جوف العظم داخل العظم يشير حرارة نار يسير نار يموت إذا صار 190 ديسيبال هذه الحرارة تخرج من العظم إلى الجسد فيحترق الإنسان يموت كأنه محترق بس هو ما محترق مولانا هو مات من إثر الصوت مو من إثر النار لكن هذا الصوت العالي 190 ديسيبال يسبب حرارة ونار وين في جوف العظم ويخرج إلى أن يحترق إذا صار 200 ديسيبال يقضي على الإنسان قضاء مبرم يشير أسود من شدة الحرق أسود وهذا مولانا 200 ديسيبال 200 ديسيبال إذا ارتفاع الصوت سار مولانا هذا يسبب كأنه مات حرقا مات بالصائقة الآن تعال تعرف العلماء حسب حساباتهم لما قرأوا الآيات وقرأوا الروايات وشافوا شدة صرخة وصيحة إسرافيل بحيث مولانا إذا نفخ إسرافيل في الصور لا يبقى جبل على وجه الأرض إلا ويتسطح كل جبل كل تل كل حجر كل شيء عالي على وجه الأرض يتسطح صوت إسرافيل صيحة إسرافيل يعني صور إسرافيل يقضي عليهم قضاء مبرمي سووا الأرض مسطحة مثل هيك مثل الصفحة المسطحة بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا كنت في المشرق وتضع بيضة بيضة في المغرب أنت في المشرق وتضع بيضة في المغرب سترى البيضة لأن الأرض تتسطح هكذا تكون لا يبقى عليها عالي ولا داني زين زين شنو ربطة بالصور العلماء لما قرأوا الآيات وقرأوا الروايات حسبوا على أن صوت إسرافيل في نفقه في الصور يعادل أكثر من مليونين ديسيبل أكثر من مليونين ديسيبل ميتين ديسيبل يسوي الإنسان مولانا حرق يحرقه كأنه بصائق مليونين ديسيبل ما يخلي حتى جبل حتى وادي حتى تل لا يبقى شيء إلا ويكون كالرماد وليهذا القرآن يستخدم كلمة الصعيق فصعيقه ونفقه في الصور فصعيقه من في السماوات ومن في الأرض هذا النفخة الثانية النفخة الثالثة تسمى نفخة النشور نفخة النشور واضح بعد مولانا من بعد الرعب ومن بعد ما يموت الناس الناس تخرجوا من قبورها يطرعون من القبور من الأجداث الكل يخرجوا إذا نفخ في الصور كل من دفن وكل من له جسد في قبر ما في البر أو في البحر أو في الجبال أو في أي مكان يقوم من قبره ويقوم ويقب بين يدي الله جل وعلا فهذه بداية يوم القيامة بداية يوم القيامة تبدأ القيامة مولانا لكن أكو أمور تنجي الإنسان من أهوال القيامة ومن الفزع يوم القيامة أكو أمور أكو أسباب أكو أعمال تنجي الإنسان من الفزع يوم القيامة الفزع الأكبر بعد ماكو فزع أكبر من هذا الفزع طبعا أخواني العزاء قبل لا أدخل فيه ما يهون على الإنسان أهوال القيامة وأهوال يوم القيامة والفزع الأكبر لا بد من الإشارة إلى موضوع وهذا الموضوع أن القيامة أو القيامة تنقسم إلى قسمين نحن عندنا قيامة صغرى وعندنا قيامة كبرى القيامة الصغرى هو إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان قامت قيامته بمجرد أن يوضع في القبر ينزل إليه الملكان يسئلون عن كل صغيرة وعن كل كبيرة يسئلون مولانا من ربك من نبيك من كذا يسئلون أسئلة عن الصلاة عن العبادات يسئلون هذه تسمى القيامة الصغرى التي ترتبط بعالم البرزخ تسمى القيامة الصغرى وضع مولانا لكن إذا نفخ في الصور تبدأ القيامة الكبرى القيامة الكبرى التي عبرنا عنها في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إلى آخر مولانا هذه القيامة الكبرى القيامة وعظم قيامة الكبرى بالنسبة إلى القيامة الصغرى لا يقاس يعني يعبر عنها بعض العلماء يقول كم قياس عالم الأرحام مع عالم الدنيا عالم الدنيا كم مرة أكبر من عالم الأرحام عالم الدنيا كم مرة أكبر من عالم الرحم طبعا الرحم صغير بالنسبة إلى عالم الدنيا كلش كبير مولانا وهذا حبيبي يقول عالم الأرحم هو بمنزلة القيامة الصغرى والدنيا وعظمة الدنيا بمنزلة القيامة الكبرى وهذا مولانا إذن أكو فاصل هو أي زين أكو أعمال مولاي أكو أعمال أسباب بعض الأمور المادية أو المعنوية يعملوها الإنسان تنجي الإنسان من هول القيامة ومن هول الفزع الأكبر يوم القيامة تنجيه من القيامة شنو هذه الأسباب؟ اكتبها بارك الله فيك أو احفظها إن شاء الله فيها الفائدة الأول مما ينجي من هول القيامة ومن الفزع يوم القيامة من فزع الأكبر يوم القيامة قرأت بعض السور أكو بعض السور الخاصة مولانا لها أثر أنت في عالم الدنيا كلما تستطيع اقرأ هذه السور هذه السور تؤثر مولانا أن تعون وتنجي الإنسان من أهوال القيامة تعرفون القيامة فيها خمسين موقف القيامة فيها خمسين موقف كل موقف ألف سنة خمسين موقف كل موقف ألف سنة يعني مجموعة ما قد يصير مولانا؟ خمسين ألف سنة اللي في سورة المعارض يقول أن يوما كان مقداره خمسين ألف سنة شوف إيش قد الفاصل مولانا؟ خمسين موقف كل موقف ألف سنة زين؟ أكو أعمال أكو أمور أكو قراءات هذه تنجي الإنسان من أهوال القيامة ومن الفزع الأكبر منها قراءة بعض السور الخاصة من القرآن الكريم ومنها قراءة سورة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام شي يقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة كل يوم تقرأ سورة يوسف مرة حسب النهار أو بالليل بعثه الله تعالى يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف عليه السلام ولا يصيبه فزع يوم القيامة الذي يقرأ سورة يوسف في كل صباح بالنهار أو في الليل الله يؤمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة ويعطيه جمال كجمال يوسف عليه السلام طبعا إحنا وصلنا لهذا الموضوع خلال أنا أشير إشارة أشير إشارة أهل الجنة جميلين كل من يكون في الجنة الله سبحانه وتعالى يعطيه الجمال لكن تعرف أن أقبح واحد في الجنة جماله كجمال يوسف أقبح واحد ما لا شوفه مو حلو أقبح واحد في الجنة جماله كجمال يوسف أتعرف من هو أجمل؟ أجمل من في الجنة؟ سُعل يا ابن رسول الله ومن أجمل أهل الجنة؟ قال أجمل أهل الجنة جماله كجمال طاووس أهل الجنة وهو الإمام المهدي الإمام الحج بن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا أقبح واحد جماله كجمال يوسف أجمل واحد في الجنة هو الإمام المهدي وجماله كجمال طاووس أهل الجنة الإمام الحج سلام الله عليهم زين إذن قرأ سورة يوسف من قرأ سورة يوسف في نهاره أو في ليله الله سبحانه وتعالى يعطيه الأمان من الفزع يوم القيامة هاي واحد بعد يا سورة سورة الدخان مو الدخان الدخان بالتخفيف من قرأ عن الإمام الباقر عليه السلام من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بصلاة يقرأ بالصلاة سورة الدخان السبيل فريضة صلاة واجبة أو بالنافلة صلاة مستحبة من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة سورة يوسف في النهار أو في الليل كل يوم سورة الدخان في الفرائض أو في النوافل تعطيك الأمان من الفزع الأكبر بعد مولانا سورة الأحقاف سورة الأحقاف رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام من قرأ كل ليلة أو كل جمعة من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله بروعة في الحياة الدنيا وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله يقول الإمام الصادق إن شاء الله طبعا هذه إذا تقرأ كل السور فنور على نور سورة يوسف سورة الدخان سورة الأحقاف نور على نور لكن من لم يستطع أن يقرأها أو يقرأ هذه السور بأجمعها ولو يمتثل لسورة واحدة سورة الأحقاف مثلا كل جمعة يقرأها سورة يوسف كل يوم يقرأها أو سورة الدخان مثلا بعد عندنا سورة أخرى مولانة هذه بقى السهلة كلكم تقدرون تقرونها مولانة أصغيرة سورة والعاصر والعاصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر زين من قرأه عن الإمام الصادق عليه السلام من قرأه والعاصر اللي يقرأها في نوافله في صلاة المستحبة بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه قريرا عينه حتى يدخل الجنة بعشيرين اللي يقرأ سورة العاصر والعاصر يقرأها في نوافله الله سبحانه وتعالى يعطيه وجه مشرق زين وسن يعني ضرس ضاحك وقرير عين قرير عين ويحشر إلى الجنة مستقيم حتى يدخل الجنة هذه فضائل من السور التي تفيد الإنسان من الهول ومن النجاة من هول القيامة سورة يوسف عليه السلام سورة الدخان سورة الأحقاف وسورة والعاصر إن الإنسان اللي فيه خسر هذه الأربع سور تفيد الإنسان من النجاة يوم القيامة ومن الفزع الأكبر يوم القيامة هذا المورد الأول إذن المورد الأول مما ينجي من أهوال القيامة قراءة بعض السور الخاصة في القرآن الكريم المورد الثاني إخواني أجلال ذي الشيبة المسلم أجلال الكبير أجلال الشيبة ذي الشيبة المسلم طبعا هذه فيها روايات وفيها كلام يبقى إن شاء الله في الحلقة الآتية بحول الله وقوة ذكرنا لكم موردا وسنذكر بقية الموارد في الحلقات الآتية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر